وصل خبر عبد الله الى آمنة الزهرية الى زهرة قريش طبعا عبد الله عرف من سيرته انه كان وصولا للرحم كان كريما جدا فرغم انه ابن سيد مكة وان التجارة كانت بيده لكنه بسبب كرمه مات وعنده خمسة نوق اقرانه يملك حدم خمسون وستون وسبعون ناقة هو عنده خمسة نوق خمس نوق خمسة من الابل وشياه قليلة وعبدة واحدة اسمها بركة وكنيتها ام ايمن وقد ادركت بركة الاسلام بعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولد وبعث وكانت مرأة كبيرة وادركت الاسلام واسلمت رضي الله تعالى عنها اسمها بركة ام ايمن كانت امتا لابيه قد تركها ارثا لامنا ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان كريما جدا وكان وصولا للرحم وكان مكرما فلما اتى الخبر الى امنا بكت بكاء مرأ وكان عمره ستة عشر سنة عفوا اربعة عشر سنة فقط فقالت عفى جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغمائم دعته المنايا دعوة فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم دعته المنايا فاجابها دعته المنايا دعوة فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره اصحابه في التزاحم فان يكغالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم فان يكغالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم يعني تقول السيدة آمنة من كان مثله فحق عليه أن يبكى من كان مثله فحق عليه أن يرثى لأنه كان معطاء كان كثير التراحم ولا يوجد في الناس مثل ابن هاشم يعني لا يوجد في الناس مثل هذا الرجل عاشت تلك المرأة بقيت في بيت عبد الله بن عبد المطل في بيت زوجها لماذا؟ كانت النساء في ذلك الوقت إذا توفي زوجها فإما أن ترجع إلى بيت أبيها وخاصة بنات السادة وإما أن تبقى فإذا بقيت كأنها تخبر الناس أني لا أريد الزواج بعدها وإذا ذهبت إلى بيت أبيها بعد انتهاء العدة التي كانت في عهد الجاهلية بعد أن تمضي العدة يعني يعرف الناس بأنها ترضى أن تتزوج مرة أخرى لكن آمنة آثرت أن تبقى في بيت عبد الله بن عبد المطلب وفاء منها لهذا الرجل الذي لم تأشمعه سوى أشعر وهذا أيضا من استفاء الله سبحانه وتعالى ألهمها الله ذلك فبقيت رغم أولا جمالها والجمال عادة يكون مقصودا يقصده الكبار والصغار ويقصده الناس أجمعين يقصده الناس أجمعون ورغم أنها ابنة سيد ابنة سيد قومه وابنة السيد أيضا تكون في العادة مقصودة ورغم وأيضا مع ذلك هي صغيرة في السن عمرها 14 سنة فقط تجاوزت كل هذه المعاني وبقيت في بيت عبد الله ابن عبد المطلب أبو طالب عفوا عبد المطلب عمها أبو أبيها ثمن لها هذا الموقف فكفل رعاية ابنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المرضعات سنة عندما نتكلم في سيرته أما اليوم فكلامنا في الأبوين الكريمين بقيت السيدة آمنة في بيت عبد الله ابن عبد المطلب والآن بيت عبد الله ابن عبد المطلب توجد مكتبة قرب الحرم الشريف مكتبة عامة ليست مكتبة بيع وشراء مكتبة قراءة يدخلها الناس يقرؤون فيها مكتبة قراءة مكتبة عامة اسمها مكتبة مكة المكرمة هذه المكتبة هي بيت عبد الله ابن عبد المطلب سابقا وهي لا تزال موجودة الى يومنا هذا لا ادري اذا كانت قد يعني قد هدمت بعد التوسعة الاخيرة لا ادري لكني رأيتها عدة مرات وكنت اذا يعني ذهبت الى مكة كنت اقصدها واقف قربها وكان قد كتب عليها في لوحة منها هنا انبثاقة النور التي اضاءت لها قصور بصرة من الشام يعني ها هنا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السيدة امنة كنت لا اصدق النساء اللواتي يكلمني عن الحمل وآلام الحمل لاني لم اجد شيئا عندما حملت رسول الله لم تحس بألم قط لا في الحمل ولا حتى في الولادة لم تحس بألم قط كان النبي صلى الله عليه وسلم خفيفا عليها في الحمل وبلا شك هذه عناية الله سبحانه وتعالى عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه وهو صحابي قال حدثتني امي انها شهدت ولادة امنة بنت وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته اشتركوا في القناة